السلام عليكم و مرحبا بكم في وصفة جديدة اليوم سوف ندروا شربة بالبورك العنابي سوف ندروا شربة اكس ابرس وصفة سهلة ليس سوف تدري معك وقت كبير سوف ندروا شربة خفيفة و كل واحدة سوف ندرها لكم على طريقتي سوف نسلم على سيدنا محمد و نبدأ في الوصفة بسم الله سوف ندروا بطاطا سوف ندروا بطاطا سوف ندروا ببورك العنابي سوف ندروا بطاطا سوف ندروا بطاطا فلفل عكري حمر زنجابل وفلفل وفصل الثوم ووليا ثوم الزوم لن يخسر طعم الشربة والذوق والرأي انا وجدت كل شيء في الكوكوت كما قلت لكم اكس برس اضعت البصل الجد اضعت القصبر والمعدنس وكرافص اضعت زرودية طماطيش والملح اضعت الزيت اضعت زيبي اضعت زينجابي وكرافص نقلي ومليح ندير المقبض بالماء اضعت صاحب الهجي لاحظة اضعت اضعت العشاء تضع الزيت و تبقى الزيت لاحظة الشربة نحي نزع الزيت لعشاء غدوية تلقي الزيت و تتنى و تسلك الزيت معلشة على ضربة باش نيفيتو هذك اه لوقوف بزف في الكوزينة المهم انا ينمرق انا نزيد الملح انا يا لحبي تدير الجومبو دير الجومبو اه اختيارية ورايح انمرق قلي ملح انا توجو شربة ولا حريرة ولا اللي عندك مرقي ولا حبيتي تديري بارد في بارد ثاني اه واشنو مت متقل ليش ديري كل شي على ضربة اتجي ابنينا كل واحد هو طيابو انا يا هنيا نعطي لكم مكاش اللي ما تريد شربة ولا مي اه كاين اه كل واحدة وطريقتها وبنها اللي تجيها دايرة المهم انا قليتهم ملح ونبدأ انمرق انا انا استعملت الطنجلة الزوجة على كوكوت حبيتي تسرعي ديري لكوكوت ولا ديري لغطاء عادي اه مش رح تديلك وقت كبير فطياب لانه الخضراء ما هيش اه المهم راح نخدمه الحشو تاع البورك اديت الجاج و اديه اصدرت على الجاج مرحي درت الثوم ودرت فلفل لكحل ودرت شوية تاع الكمون باش تعطينا بنت القليل هذيك الشابة اه والمهم اه الثوم و ادي لي عصرة تاع القارص باش الجاج يجينا ابنين والملح اكيد ما ننساوش نبدأ انا اخلط باش يتقله معايا هذيك الجاج و من جيهة وحده خلال راح نوجد اللو بلاتي عادي درت فيه البابي كويسون لانه البورك العنابي ماش رح نقله بلك انا اه شفتوني في اه اه وصافات في القانات انا البورك مجامي ويلا نقله توجوه نديرو في الفوق اي بيتي وهذاك اليدم والزيت شوفوا هنا يا الخضرات تعي راح يطابط راح ينحي الباطاطا بجي كما قلت لكم راح نديرها في البورك باش مضليش طيبي على جهة ديري كل شي على ضربة ويجي هنا يا الباطاطا بنينة اه طابط في لاسوس المهم انا راح ننحيها وننحي هذا القصبر مع المعدنوس اللي كنت درته والكرافص وننحي وننحي الجج وراح نرحي كامل الخضرات وهنايا ملاحظة باش الشوربة تجي كبنينا الحريرة عادي ارحيها نورمال فرحي ولا في البغا ميكسر ولكن الشوربة بعد اللي ترحيها صفيها باش ما تبقى ناش الخضرات كما نعرفوا الشوربة لاشوس تحت جينا خفيفة عكس الحريرة وانا هي رايحة اه نمرس هذه الباطاطا ولا نميكسيها بهذا الشكل غيب الفرشيطة متستعمل نبغا نيوالو وهي سخونة وانا يا ملاحظة حاولي انك تمرسي هذه الباطاطا ولا تعبزيها وهي سخونة بسكو الى بردتلك راح تجي عندك اكرابع ومجيكش ليس نخليها في جيه وراح نشوفو نصفيو الشوربة تحنا شوفو كما قلتلكم حاولي انك تصفيها على عكس الحريرة تجينا اثقيلة مي الشوربة من الاحسن انها تجي اخفيفة وكل واحد وكيفاش كالي تحبها اثقيلة وكالي تحبها اخفيفة شوفو معايا راح نصفي كامل هذه الخضرة ونرمي الزايد وهنايا راح نشعل النار ونخليها كشغل راح تثقل شوية نزيد ندلها القصبر انا يحبون القصبر هنا في بعض البيوت دراري ولا الكبار مي بوش القصبر يكون في العصص حاولي انك تدريبوكي ونبعد تجي لها نحن نخليها كما قلتلكم انا تختار معايا ولد تعقاد مانا ونخدمو البوركي 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 اللي عنا بي وجدرت فيه البوركي سي نورمال نحط البوركي ونديرو كل ورقة نديرو معها اربع ورقة عندي الباطاطا اللي كنت امرسها انا يا مسلاشين ملح بس كنت ضابط في هذي كلاسوس جي ابنينا عندي الجيج اللي كنت قليته معاكم وعندي الزيتون دوار المعدنوس الفورماج البصل امك الطعار كي اختياري الهريسة والبيض هذا واش عندي وكل واحد الحشو اللي عندكي الطن ديري الطن وعندكي الجيجي قادر تستغني كامل على اللحوم ومتديرش تكتفي فقط بالبيض والباطاطا ويجيك بزاف هايل شوفوا معايا انا كما قلت لكم نفرش الخبزة اللولى ونزيد عليها ربع خبزة تاع الديول نزيد نحط الباطاطا بهذا الشكل حولي انك تديري دائرة ونزيدو احنا الهريسة اختياري اللي مايحبش الهريسة اولا الحال ما تديريش مشي اجباري ونزيد عليها الزيت والدوار والجاج البصل امك الطعار كيك شوفوا معايا نزيد البصل اهنا يدرت البصل تاع الربطة مو شرح يعطي بالنكاطع تاع البصل وندير الجاج اللي كنت قليته شوفوا معايا ونزيد ندير المعدنوس والزيت ونزيد عليها المعدنوس وفي الحواشي ولا في الاطراف ندير الفورماج هنا اللي عندك انا كان عندي نوعية تاع الفورماج كنت درت كومون بيغ ودرت فورماج تاع المو ثلاثات اللي عندك ديريه وندير حفرة في الوسط باش ندير الحبت البيت وهنايا حاولي انك تدي البيض اللي يكون صغير كامل هذك باش يجيك حبة تاع البورك تجيك مليحة ومقاددة انا خيرت الحبة تصخار تجولك يكون عندك في رمضان ان شاء الله حبة تاع بيض صغير خليهم مبجي لحبيت يديري بيهم البورك العنابي هنايا راح ندير الرشة تاع الملح للبيض بسكو هنايا البيض فاسا عما تشوفوا هنايا غلقتم بعد راح نديرو وما تكثريش الملح بسكو هناك زيتون مالح والفورماج فيها الملح غير رشق على جيل البيض نغلقه بهذا الشكل نزيد الجهة الثانية وندير كمغربحات بهذا الشكل هنايا حاولي انك تحطي مغرف ولا فور شي طال باش ما تتفتحش معك الحبة ومن جهة واحد اخرى البلا اللي كنت درت فيه البابي كويسون وكنت دهنتك بالزيت راح نحط الحبة شوفوا معايا كيفاش راح تحطيها شوفوا معايا ترفدي الحبة في الطبسي وتقلبيها الجهة اللي فيها هذوك الهني تلاقى وهذيك الجهة مع الجهة الاخرى اللي كنا درنا فيها المغرف ذو كان عود حبة واحد اخرى تفهموا عليه اكثر شوفوا نحطوا حبة تاعة البولك دويرة ونزيدوا عليها اربع ونحطوا الباطاطا شوفوا هذا الشكل ونزيدوا عليها الهريسة والبصل والفرماج والزيتون ونديروا المعدنوس وفي الوسط نديروا حفرة باش نديروا هذيك حبة البيض راح نخليكم تشوفوا الفيديو راح كل شي موضح وفي الاخير راح ننبنسيو الحبة بالزيت ومجي واحد اخرى الفور تاعي راح وزخون هنا ينقصي للفور باش ما يتحرق لكش البورك ومنجيها واحد اخرى نرجع اللاصوس تاعي ولا شربة تاعي راح ندير الرميات على الشربة على حسب كل واحدة هنا الماء ولا اللاصوس اللي كانت دارتها انا يندير راح نخليها مبا خمسة دقائق الشربة ومتكثر لها نشتيب خمسة دقائق ومتكثل على حسب الشربة المهم انها سبعة دقائق نطفي عليها وننخليها وفي الاخر ننضي لها القصبر ونضي الرشاة النعناع كما اخبركم كل واحدة وطريقتها كيفاش تخدم الشربة المهم انو نضي لها النعناع والمعدنوس وشتو كيفاش القاوم، انا نحبها تجي خفيفة وهنا هذا البوركه النبيران لنقسمه معكم هنا يا ملاحظة اللي حبت البيض ما يكونش جامد معها ولا ما يتبش بالزب ما تكثري لهاش طيب في الكوشة ويلا حبيته جامد كيما أنا هناك يحبوه لي ان زيد لوف طيب واشاك وفاة تقلبيه للجهة الاخرى بيش يتحمل لك ملح وما يتحلق لكش البولك وانا كنت قدمته بهذه الطريقة مع شوربة هذي هي الوصفة تعناتها انهار ليه هذي فقط افكار لشهر رمضان ان شاء الله ويلا اكتب ربي اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين نتمنى ان شاء الله الوصفة تعناتها اليوم تكون عجبتكم وصلنا النهاية لفيديو ما تنسوش ادلو لي الجم وادخلوا لي تعليق تلو في روحكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في امان الله سلام